موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصفة التجميل والتزين ضرورة لغنى عنها بالنسبة للمرأة وأصبح من أهم وأولويات المرأة تجميلها طبعا احنا خرجنا من الصيف وخرجنا من درجة حرارة الشمس كلام ده كله لقينا شعرنا تالف ولقينا فيه تساقط وفيه إشرة وفيه مشاكل كتير قوي في الشعر وبالنسبة برضو للبشرة لقينا البشرة نفسها بقت منتج عدم فيها أصار حبوب مطرح برضو أو أصار درجة حرارة الشمس طبعا الأسئلة دي كلها احنا بندور على مين يجاوبنا عليها الفترة دي لأن احنا لسه في بداية أول الشتاء تمام؟ فمن المفروض أن احنا لما بنجاوب على أسئلة بنشوف مين أكتر حد موصوك فيه يقدر يجاوبنا على أسئلتنا دي يكون متخصص في مجاله معينا النهاردة خبيرة العناية بالشعر والبشرة أستاذة يارا عبد الفتاح أهلا بحضرتك أستاذة يارا أهلا بك يا حبابتي طبعا أستاذة يارا حصلة على ماجستير ترايكولوجي مظبوط كده أستاذة يارا معلش قبل ما أبدأ طبعا حلقتي وقبل ما أحب أن أنا أخذ من حضرتك المعلومات اللي احنا محتاجينها وديو في قصدي مشاهديني محتاجينها من حضرتك النهاردة عايزة حضرتك تعرفين بنفسك وتعرفين مشاهدين عن حضرتك أنا مادامي يارا عبد الفتاح صاحبة شركة مستحضرات تجميل أو منتجة تجميل عندي أول مركز كوزمتولوجي في مصر طبعا أنا بس معلش هقطع حضرتك أنا محبتش طبعا أتكلم على موضوع أو أقدم حضرتك بأنك مديرت مش هقول الأسامي لأني أنت مش حب ده مش هقول الأسامي لأ تمام تمام وأنا النهاردة مش هعلن عن أي منتجات لا لشركتي ولا لشركة غير شركتي زي ما حضرتك قلت وصفة في كلمة احنا كل شغلنا النهاردة وكل حديثنا النهاردة هيبقى وصفات إن شاء الله طيب أستاذة يارا نبدأ بأول وصفة أو بأول نصيحة أو بأول جواب من حضرتك لمشاهدين ولاي أنا شخصيا أنا دروقتي خلقت من الصيف لقيت شعري بيتساقط قبل ما أقول حلت ساقط الشعر عايزة حضرتك تعرفين إيه هي أنواع الشعر لو إحنا هنتكلم عن أنواع الشعر الشعر العادي اللي خلقوا ربنا هو أربعة شعر عادي وشعر دهني وشعر جاف وشعر مختلط من اسم كل شعر باين إلا النوع المختلط المختلط ده بتبقى جزوره دهنية جدا أو بيبقى فيه فرط دهون بيفرز دهون من فروط الشعر إنها أصلا أجزاء حية دي فيها نهاية الخلال حسية والعصبية إنما الشعر من بره مركب كمياء عضوية ما فيهوش أي حس بدليل أن إحنا لو قصنا أي جزء من الشعر مش بنا تضرر إحنا كستات مش بنا تضرر فده بالنسبة لأنواع الشعر إنما لنا إحنا بقى لو اللي حضرتك بتقصده أو اللي البنات هيقصده أنواع الشعر اللي عليها الحالة إما شعر هلسي شعر صحي إما شعر إدماجد هير يعني شعر مجهد وتعبان وتالف الشعر الصحي ده الشعر بيكون بيور لسه ما تعملش فيه أي حاجة قبل كده فضلا إن فيه أصلا أنواع شعور هي بطبيعتها مقصطفة وتلفة نتيجة استخدام حاجات غير مناسبة لها أو الدرجة الكيميائية بتاعتها غير مناسبة للشعر طب والشعر الإدماجد التالف ده الشعر اللي تعرض لأكتر من المؤثر البنات بقى اللي بيحبوا استخدام البيبيليس والسشوار وأكتر من عملية تمليس تجعيد لأن التمليس والتجعيد ده أصلا بيتم العملية بتاعتهم في جزء واحد من الشعر الشعرية نفسها طبقات فيه طبقة هي اللي فيها نسبة الكيراتين الطبيعي بنسبة 97% وفيه حبيبات اللون الطبيعية وفيه التجعيد أو التمليس ده اللي بيتم فيه التجعيد أو التمليس يعني كل العملية دي بتبقى في طبقة واحدة فلو عرضنا الشعر الأكتر من المؤثر طبعا ده بيعود عليه بالتلف والدر وده خاصة بنات الجماعية تقريبا يعني لو حضرتك شايفة أن معظم البنات الجماعيات بيرعبوا شعرهم كتير وده بيأثر أثر سلبية أكيد على الشعر أصلا الشعر أو البشرة عمتن لو تعرض لحرارة بتتفتح المسام زي ما بيقول فبنسمح بقى إحنا بنسيب فرصة لدخول العوامل الدر جوا سواء كانت البشرة أو الشعر بمجرد مالسيشوار أو الليس أو أي مؤثر حراري البارد مفيش مشكلة منه إنما أي مؤثر حراري بيسمح لي بفتح البشرة أو مسامات البشرة أو الشعر فالعوامل الدر بقى بتدخل جوا بنطلع من الصيف بتلف كتير جدا رهيب طيب أكيد إحنا لو تكلمنا عن موضوع ده يعني تقريبا حلقتين ثلاثة عشان كافي بس إحنا عايزين دلوقتي حل المعظم المشاكل أو الأسئلة اللي جات على صفحة البرنامج معظم المتابعين كانوا بيسألوا عن تساقط الشعر في حل تساقط الشعر يا سيزير الحل إن إحنا نعرف أصلا السبب المؤثر اللي خلى في تساقط الشعر تساقط الشعر عرض وليس مرض يعني ما فيش حاجة اسمها حد مريض بالتساقط في حد عنده سبب وراسي زي الصلع الوراسي حد عنده خلل في الغدة حد عنده خلل في الجهاز الهضمي حد عنده أسباب نفسية نقص أملحه معادن تعددت الأسباب لو حطينا قدين على السبب العلاج بقى سهل شعر يعني إحنا لما تجلنا واحدة تقول أنا شعري بيتساقط ما إحنا أي حاجة هنحطها هتبقى استوبنج فوري أو عوامل مساعدة موضعي الكلام ده لو العميلة اللي جايالي دي أنا بالنسبة لي بقى كتريكولوجيست العميلة اللي جايالي وتريكولوجيست يعني أخصائية في معالجات الشعر كنت لست أقول لحضرتك وضح لمشاهدين أنا بالنسبة لي فهمها بس في نسمة تفضل الدراسة بتاعتي التريكولوجي أو أنا كتريكولوجيست يعني متخصصة في علاج الشعر الدراسة بتاعتي في الخصائص الكيميائية المعالجات الشعر لما بتجيلي عميلة وتقول أنا عندي تساقط أو إشرة ولكنين هنربطهم ببعض لأن دايماً أكتر سبب للتساقط هو الإشرة لو السبب اللي عندنا سبب التساقط سبب موضعي يعني إيه؟ استخدام السيشوار وبيبيليس وحمام كريم وصلنار فروة الشعر أو ما نضفناش فروة الشعر باستمرار يعني في ناس بتحط على فروة الشعر حمام الكريم والكونديشنر لأ هو ما يقربش للروتس أصلاً ولا الجزور لأن إحنا بطبيعة جسمنا بيفرز زيوت حتى الشعر الجاف برضو الفروة بتفرز زيوت يبقى إحنا محتاجين نشيل الزيوت من فروة الشعر وإحنا بنحافظ عليه يعني نخلي الجزر متغزي من غير ما يحصل فيه أي مشكلة والسبب الأساسي إن إحنا نقوم بتنظيف الشعر جيداً ده أهم سبب بالضبط إن الشامبو هو اتعامل المنتج ده يعني باختلاف المسميات والشركات الشامبو هو مكانه الأساسي جلد الشعر اللي بيفرز زيوت ودايما بنصح كل العملة بتوعي بتخفيف الشامبو لو الشعر دهني بنخففه 50% شامبو و50% لو الشعر عادي 30% شامبو والباقي مية طب لو الشعر جاف 10% شامبو والباقي كله مية وياريت تركيزه يبقى على الجزر جوه الشعر وغسل الشعر بيبقى كده الشعر بيبقى مفروض ما يبقاش بالضوافر يا سيزا يارا بالهنا الحتة دي الحتة الطرية بتاعت الإصبع نفسه بتاعت الإصبع نفسه ليه أطراف لكن مش بالضوافر نفسها تحسن هي ما تختش الفروة بتاعت الشعر أو المسام بتاعت الشعر نفسه بسي هو الشعر ده طالح من تحت الجلد فيه تحت الجلد جراب للشعرية الجراب ده مش بيطلع شعرية واحدة في بعض الأحيان بيطلع شعرية وفيه اتنين وفيه ثلاثة على حسب الناس اللي هي عايزين نحافظ على شعرهم عايزين نحافظ على شعرهم يبقى احنا بنقولهم طريقة استخدام الشامبو صح واحنا بنشتغل بالأطراف بتاعت الصابع ماناش ضعب الضوافر مش عايزين أي حاجة حدا تاخدش فروة الشعر لإنها حساسة جدا لما بنضى فروة الشعر كويس لو العميلة عندها قشرة بسبب مؤسرات خارجية التساكت هيقف من أول جلسة من أول جلسة باستخدام بقى لوشنات وحاجات احنا بنعملها عندنا في المركز وفيه كمان بعض المستحضرات موجودة في الصيدليات سهل إنها تيجي يعني بيجي لك حالات بتسأل على موضوع التساكت إن هي عايزة توقفه أو يكون لها علاجات فعالة طبعا طب هل علاج التساكت بينفع من جلسة واحدة ما احنا قلنا لو المؤسر خارجي أو سبب حاجة أنا عاملها في الشعر إن شاء الله بينفع إن شاء الله وبالمتابعة طب أستاذ تامر بعد إذنك عايزة الفيديوهات اللي أنا مجهزها تفضلي أستاذ يا وكأن نكمل كلامنا على موضوع التساكت وحضرتك دلوقتي بنقول إن في علاجات بالفعل إن هي ممكن توقف ده حضرتك أنا طبعا دخلت على صفحة المركز الخاص بحضرتك جبت بس من عليه فيديوهين أو تلاتة تقريبا حطتهم النهاردة للمشاهدين بس عشان خاطر عايزة حضرتك تشرحيلي بس موضوع التساكت لإن هو ده تقريبا اللي شاغل مش هقولك بنيات بس لا هو أول توجه للعميلة اللي بيجيلي شعرها بيتساقط بعمل فحص الأول أشوف فروط الشعر الروتس سليمة المنابت والجزور كويسة مفيش قشرة طبعا بعرف بقى كل حالة جيالك لها قصة قبل كده لها هستوري قبل كده انت عملت في شعرك قبل كده فيه ناس استخدمت المنتج الفلاني وناس استخدمت المنتج العلاني طب لو واحدة ما استخدمتش أي حاجة من الحاجات دي وقالت لي إن هي أصلا استخدمت أدوية من اللي بتوقف التساكت وما كملتش فيها والكلام ده الفيصل بيني وبينها هو طبيب تتوجه الأول للطبيب وفحص زي تحاليل بقص والدم شاملة والكلام ده تحاليل معانا الطبيب اللي بيطلبها يبقى أنا بعالج موضعي والطبيب بيكمل شغله طب إحنا فايدة الحاجات اللي إحنا بنعملها دي إيه مرحلة مهمة جدا إنك تحفظي على كسافة الشعر أيوة الموجودة أيوة خليهم بس إيه يعني أكدي على موضوع إن إحنا نحافظ على كسافة الشعر دي العميلة اللي شعرها بيتساقر عشان بس مشاهدين تتركز معانا بس آه لأ إحنا ضروري في حال حرتك بتقولين ضروري نحافظ على كسافة الشعر ليه؟ عشان بعد مثلا هو العلاجة لما بياخد دورته في الجسم بياخد ثلاث شهور وأحيانا ست شهور ده بالنسبة للناس اللي هي أصلا عندها أنيميا وعندها أكتر من سبب إنما الناس اللي عندهم صالع وراسي دي بتمشي مع الطبيب مدى الحياة دي بتمشي مع الطبيب مدى الحياة فضلا أنها ممكن بقى تحمل زراعة شعر أو حاجات زي كده أنا ماليش في المجال ده بس السيدات اللي بتعاني من الصالع الوراسي وده بيتعرف لما بيبقى فروة الشعر أصلا الجلد بتاعها مجدود ونعم وأبيض ما فيش باين تحته ولا أي أثر لشعر طبعا أنا مبدأ أين بحية حضرتك جدا لإني كوجودك خبيرة التجميل المفروض بتتكلمي على أني لا خبيرة التجميل أو بتحطيها في المركز الأول لا حضرتك بتقولي أن المرض اللي هو الصالع الوراسي ده لازم يكون فيه طبيب يعني أنا مبسوطة جدا من حضرتك بتقولي الكلام ده وبتعترفي أني وجود الطبيب في الحالة دي ضرورة مش هتنفع فيها تجميل وفيه ناس أصلا عندها نقص في صفايح دموية ونقص في كرة الدم الحمرة ونقص في كرة الدم البيضة الحاجات دي لازم الطبيب هو اللي يتابع ده لازم الطبيب أنا كمتخصصة أنا المركز بتاعي كوزموتولوجي يعني كوزموتولوجي اللي هو بيوتي مفقوش ميكاب والحاجات دي هو بشرة وشعرة بس وله هو كلينك لأنني أنا مش طبيبة أنا مش طبيبة أنا في حالات بتجيلي شقة من اللي هي عايزاها عندي والباقي عند الطبيب وفي حاجات بتجيلي شغلها كله عندي من الأول للآخر يعني واحدة خلاص هي بتتعالج مثلا بقالها ثلاث شهور أو ستة شهور خلاص هي خلاصة الأنيميا بنشتغل معها وأنا كنت بتكلم حالا قلتلك على الحفاظ على كسافة الشعر الحالية دي حاجة مهمة جدا ليه لأن العلاج أصلا الأدوية على بال ما بتمشي في الجسم والجسم بياخد الدورة بتاعته الطبيعية من ثلاث شهور لست شهور في بعض الأحيان طب إحنا على بال ما نيجي نوقف أصلا التساقط ده بشكل طبيعي لو العميلة اللي عندي فيه في دماغة مثلا نقول خمسة مليون شعرية على بال ما نوقف التساقط ده بالشكل التدريجي ده لا إحنا ممكن أصلا نوصل لمليون شعرية لخمسين ألف شعرية فبعد ما نخلص التساقط نرجع نلجأ للتكسيف وعادة الشعر اللي بيطلع بالمكسفات بيكون ضعيف شوية فأنا الأفضل ليه زي ما بيقولوا الوقاية خيرو من العلاج طيب بعد إذنك بستعمل الفيديو نعرضه ده شعر كان معمول بروتين من شهر رمضان سبغنا عليه النهاردة السبغة دي مش معمول بي بيليس ولا أي حاجة يدو من الشفن فيش التهاب في فروت الشعر الشعر ده كان معمول أحمر وإحنا عدلنا لونه على قدام ما قدرنا حافظنا على الصحة السبغة علاجية ما فيش تساقط مفهوم السبغة العلاجية يعني إيه؟ يعني أنت عايزة شعرك لون عايزة في لون أنت عايزة تعمليه وشعرك حالته ما تسمحش باللون ده أنا بقول لك أن شعرك آخره لون الفلان لو كان شعرك معمول بروتين أو بوتوكس أو فيلر أو بما يسمى المسبلات الحمضية يبقى لازم توفقي باللون اللي هيطلع إما تسيبه على حاله فإحنا وصلنا لللون ده مع صحة الشعر طبعاً إحنا شفنا الفيديو اللي كان معينا دلوقتي السيدة يورا كانت بتشرح فيه بس أنا برضو حابة أن أنا أسألها السيدة يورا دلوقتي معظم البنات والسيدات عمتاً سواء أنا أو غيري أو حضرتك بتلجأ لو مثلاً شعرها محتاج أنه هو بدل ما تقعد تسرحوا الكلام ده ففيه حاجات تسمعها فرد دلوقتي وتقريباً خلاص النزل والناس كلها تسمع عنه كرياتين أو البروتين بعد ما بنعمله بيبقى فيه يعني من ضمن الأسئلة أني واحدة عملته ولما يعني بعد ما عارض بيه كم شهر ما كملتش يعني بدأ الشعر يتساقط ويتقاصف بدأ يبقى فيه أضرار تماماً يا طرى ده بيحصل مع العمل بتوعك وغير كده هل بيبقى ده من المواد اللي بتستخدم سواء كان أي أن كان الأنواع البروتين أو الكرياتين ياريت برضو حضرتك تعرفين الموضوع ده لإني فيه ناس كتير بتعمل شعرها وترجع تقولي ياريتني ما كنت فردته لو حضرتك ركزتي في الفيديو اللي كان نزل حالاً إن أنا قلت إن الشعر ده معمول بمنتجات ما تسمى بالمسبلات الحمضية المسبلات الحمضية دي هي منتجات لفرد الشعر باستخدام الحرارة منتجات لفرد الشعر باستخدام الحرارة فيه طبعاً بروتين وفيه كراتين وفيه بوتوكس وفيه فيلر وفيه منتجات كتير طب هل المنتجات دي كلها منتج واحد؟ فيه ناس بتقول إن هي منتج واحد بس أنا مش شايفة إن هي منتج واحد كل المنتجات كل من ده بيتوظف على حالة الشعرية يعني الشعرية السميكة مزاي الشعرية الرفيعة الشعرية اللي لسه ما تعملش فيها حاجة خالص مزاي الشعرية اللي تعرضت لأكتر من حاجة وأنواع الفرد القديمة كانت بتسمى منتجات القلوية إحنا دلوقتي بنشتغل بحاجة للمسبلات الحمضية القلويات دي منها مواد الفرد باستخدام الأمشاط دي الطريقة القديمة ومنها مواد السبغة يبقى أنا لازم أنا كواحدة بشتغل على شعر العميلة قولا واحدا أنا في قدي أمانة اللي جاي لي أنا كنت عايزة أقول لحضرتك النقطة دي هل أني أنا مثلا أنا عشان أروح مكان أنا عارفة شعري عامل إزاي بختار النوع ولا المخلوط دي أمانة زي ما حضرتك قلت إلى حضرتك أنت اللي بتنصحي أو بتقولي دي تعمل إيه أو إيه المادة المناسبة ليه بالضبط بالضبط ده شغل واحدة متمرسة مش متخصصة متخصصة يعني اخترت مجال تتخصص فيه إنما متمرسة يعني شغالة فيه يعني أنا شغالة في مجال المسابلات الحمضية ده والسبغات والحاجات دي بقى لي بتاع حوالي ثمان سنين كان آه الحاجات دي جات في مصر من قبل كده بس ما كانتش منتشرة وكانت في أماكن قليلة وكانت بقى أسعار غالية جدا دلوقتي الحاجات دي بقت منتشرة أنا أصلا شغلي في المجال ده مش دراسة جماعية لكنها كورسات خاصة اشتغلت عليها وبعد ما بخلص الكورسات دي ببتدي أخد كل حاجة على حدة واسارش بها اسارشش فيها كده مع نفسي زي ما بيقوله لحد ما وصل لكل حاجة علمية يبقى الشعرية اللي قدامي دي لازم أخلي بالي من الردس الجزور لأن دي اللي هتطلع لي من تاني وهي أضعف وأقوى حتة ليه أقوى حتة؟ لأنها مش بتستخدم المسابلات دي مش بتستقبلها بسهولة طب ليه أضعف حتة؟ لأنها قريبة من نهايات الخلال حسية والعصبية زي ما بنقول اللي هو لازم نحافظ عليها بنبقى في مكان خطر طب الشعر من بره لازم له حاجتين؟ لا تلاتة أول حاجة منتج مناسب تاني حاجة حرارة بالزبط على قد الحالة طب تلاتة حاجة متمرسة شطرة طيب عايزين الفيديو التاني بعد يزنك يا أستمر أستاذة يارا طيب بالنسبة زي ما حضرتك ما بتقولي كده بتبقى أمانة لل مش عايزة أقول لصاحب المكان لا بتبقى أمانة في إيديكي إن أنت تأكدي أو مش بتقولي اللي عامل أنت عارف شعره خلاص محتاج إيه أو شعرها محتاج إيه فبتحددي ده هل صدف إن مثلا أستاذنك بس من غير مقطع أنا بحدد وبفهمها أنا بعمل إيه عشان كده هتلاقي كل فيديوهاتي طلعة بشرح هو ده اللي أنا كنت عايزة أقول لحضرتك هل بيتطلب منك إنك لازم تفهميها طيب لو نفترض إن مثلاً زي ما حضرتك قلتي لازم يكون ممارسة وفي نفس الوقت حضرتك حتى أساسيات لعملية أو لطريق شغلك إن أنت بالدليل إن أنت عملتي كورسات فالكورسات دي بديل الشهادة صح كده؟ بالضبط إن هي بتأكد على مفهومك لشغلك صح كده؟ بالضبط كده طيب إحنا هنشوف الفيديو معينا برضو عايزة برضو حضرتك يعني أنا بعرضه وبعد كده يعني أشوف الأسئلة اللي هقدر أحطها إيه إن شاء الله اتفضل استمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم من مركز مسيارات وزيموتوريجي سنتر نشوف حالة الشعر دي معنا النهاردة عملنا شعرها من سنة وجات تاني طبعاً مش باين على شعرها إن هو في حاجة مكسرة نشوف كده الشعر معا بقى نفرق بقى ونشوف الجزور طبعاً اللي بيعمل الحاجات دي مرة بيتوب عليها ما بيعملش تاني بس إحنا بفضل الله باين الشعر مفروض شوف الجزور من هنا شوف الشعر أصلاً اللي إحنا عاملينه مستنى اللي فاتت مفروض زي ما هو أيوه هنعمل إحنا بقى جلسة علاجية لفروض الشعر وهنعمل فرد وترميم للجزور والشعر اللي برا ده هنحط عليه مادة تحافظ عليه ورجعنا بعد الفاصل طبعاً إحنا كنت لسه السؤال ده كنت بقوله الأستاذة يارا إن إحنا شعرنا لو تالف في الكلام ده كله بنقدر إن إحنا نعمل فرد على فرد طبعاً الفيديو وضح إن دي كعميلة عملت أكتر من مرة فرد أستاذة يارا كلميني برضو عن الفيديو وعن الشعر أو نوعية الشعر اللي كنت حضرتك بتعميله في الفيديو الشعر ده هي كانت جالب يا عملة عملة برضو في فرد قبل كده بس مكنتش عرف هو إيه كلام ده من سنة قصت لها أنا أطراف شعرها وبتديت أشتغل عليه وما كانتش مصدقة إنه هيستنى من السنة للسنة طبعاً أنا في حاجة عندي خاصة بي أنا بمركزي متابعة سر الشغل يارعب الفتاح متابعة العميل لأ ما فيش حد بيعمل فرد ويتابع لإحنا بنتابع بعد أسبوع وبعد كده بعد أسبوعين وبعد كده بعد أربعة أسبوع يعني بتبقى حوالي شهر ونص لحد ما الجزور الجديدة بتطلع وبتطمن إن إحنا ماشيين صح باين على شعرها أصلاً إنه بقى كسيفة أكتر من الأول تمام لا ما شاء الله هو باين من الفيديو ما شاء الله يعني طيب أستاذة يورا عايزين أنواع البشرة أنا طبعاً هحط سؤال كده سريع برضو للبشرة عشان خاطر الناس ما تزعلش مني متابعيني بقى أنواع البشرة الأول في بشرة عادية اللي هي البشرة الصفية اللي ما فيهاش أي حبوب ولا فيها أي حاجة وفيها توازن في نسبة الدهون للبشرة بتفرزها العادية وفيه بشرة جفة دي بتبقى تحسي فيها زي حتى لو البنوتة سنها صغير بستحسي بجفاف كده في وشها والناس دي لما بيجي علينا الشتا أو مقدمات اليومين دول كده تبتحسي إن فيه حتاة نشفة في وشها حتى لو حتى بودر أو فاونديشن بيبان في وشها وفيه بشرة مختلطة اللي هي منطقة التي زون الحتة دي بتكون دهنية منطقة دي دهنية والباقي كله عادي خالص يبقى إحنا عندنا بشرة عادية وبشرة دهنية وبشرة مختلطة كل البشرات مع تقدم السن كلها بتفقت فإحنا بننوه وبننبه على شرب المية طيب بعد يزنك يا ست زيورة الصور بعد يزنك استمر عشان للأسف وقت حلقت خلص عايزة بس اتكلم معنا سريعا ماشي بس زيورة معلش السؤال بس بالنسبة للشعر السبغة هل هي مضرة للشعر؟ لو السبغات الكواليتي بتاعها مش كويسة تبقى مضرة إنما زي ما احنا شفنا أنا سبغت على بروتين وعملت بروتين على السبغة وفي الحالتين الشعر بيطلع معيه زي الفل الكواليتي أو الأنواع اللي بنشتغل بيها هي دي اللي على أساسها بنقول إحنا بندر ولا لأ أو اللون ده مرهق للشعر ده ولا لأ مناسب لحالة ولا لأ طيب أستاذة يورا كلميني عن الصور بعد إذنك الصور دي صور الشعر اللي أنا قلت بعد سنة تمام هو هو نفس الشعر؟ هو هو نفس الشعر ماشاء الله دي النتيجة الكلية صح كده؟ آه دي النتيجة ده كان الشعر خلص تمام طيب ده شعر سبغة قبل وبعد طبعا الشعر الأحمر اللون الأحمر معروف إنه مرهق أنا من غير ما أعمل ليسه من غير ما أعمل أي حاجة ظهرت الشعرين في نفس الصورة بالضبط حتى باين إن السبغة ما ثابتش أي ضرر بالعكس اللون الأحمر ثابت والشعر طريق جدا تمام طيب أستاذة يورا الميكوب الميكوب لو تحط على البشرة أكتر من وقت يعني مثلا تحط على البشرة وتساب فترة طويلة ده بيدرها؟ إحنا محتاجين نقول أصلا إنه إحنا بنجيب مستحضرات للبشرة عندنا بنجيب الحاجات المناسبة لها يعني الأول لازم أبقى أعرفها بشرتي هي دهنية ولا عادية ولا مختلطة وده بيتعرف من إيه البشرة الدهنية بيبقى فيها حبوب أو المسامة بتاعها واسعة البشرة الصفية بتبقى بشرة عادية البشرة المختلطة بنستخدم لكل مكان الجزء المناسبي إذا ما إحنا قلنا الحتة دي دهني والحتة دي عادية طيب إحنا للأسف يعني وقت حلقتنا خلص زيارة وكان نفسي أفيد مشاهدينا أكتر بس عايزة نصيحة سريعة جدا لمشاهدينا عمومي كده من حضرتك الموضة بيطلع بيطلع كل شوية موضة لحاجات كتير زي الميكوب زي حاجات بتاعت الفرد والسبغات ياريت ناخد اللي يناسبنا منها وكل البنات تنام ببشرة صفية الناس اللي ويشاهدوهني ياريت يتمسح بمية ورد وقوطنا بالليل وزي هالصبح السامبلوك ضروري جدا اليومين اللي احنا فيهم دول بنصفوا الشتاء الشمس لما بتسبب بقعة ما بتروحش الناس اللي عندهم في وش يوم حبوب ياريت ما يشيلهاش بأيديهم يكون في حد متمرسة اللي بيشيلهم الحاجات دي أو طبيب طبعا أنا بشكر حضرتك جدا ولقائنا للأسف عدة بسرعة جدا أنا بشكر حضرتك اللي بيديك معينا وإن شاء الله يبقى ليني لقاءات تانية نتكلم فيها عن المنتجات بقى ونتكلم عن الشركة بالأخص يعني إن شاء الله للأسف وقت حلقتي خلص طبعا أنا بشكر كل تيم عمل الصحة والجمال وبشكر حضرتك من المنتبعة استنونا في نفس المعات إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى